تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعا هذا اليوم بزيارة الحرس الملكي بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين فلدى وصول موكب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ترافقه كوكبة من خيالة الحرس الملكي كان في الاستقبال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وقد تشرف على دم من كبار الضباط بالسلام على جلالته ثم عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي وتفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بتفقد طابور العرض الذي اصطفى لتحية جلالته وقد بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم سلام سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى سلام اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة شكرا في القناة شكرا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ملك البلاد المفدّى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأعزّ ملكه أصحاب السمو والمعالي والسعادة أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى في محكمة تنزيله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين صدق الله العظيم سيدي صاحب الجلالة يتشرف أبنائك البواسم حماة الوطن في هذا اليوم التاريخي العزيز على قلوبنا جميعا بزيارة جلالتكم للحرس الملكي وكما عودتمون يا صاحب الجلالة بتفقد أبنائكم في قوة الدفاع في مواقعهم وميادينهم فمنكم سيدي نستمد القوة والعزيمة والإصرار وبكم نرفع هاماتنا عالياً اعتزازاً وفخراً بما تحقق سيدي إن بشائر النصر لقريبة بعون من الله تعالى وتوفيقه وعلى أعداء الدين والعروبة والإسلام فهاهم جنودك الأبطال من قوة الواجب ثلاثة العائدين من ساحات الرجولة والكرامة والشرف وزملائهم في مجموعة الواجب أربعة المتواجدين على أراضي اليمن الشقيق يستبشرون الأمن بالله جلت قدرته بأن النصر على الحوثيين وعصابات الرئيس المخلوع باتت مؤكدة وقريبة بإذن الله سيدي لقد كان لتوجيهاتكم السديدة والحكيمة في الوقوف والتضامن مع الأشقاء اليمنيين لنصرتهم وتثبيت دعائم حكومتهم الشرعية ومشاركة مملكة البحرين مع قوة التحالف العربي بقيادة الشغيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وإن جهودكم يا صاحب الجلالة في تحقيق هذا التضامن والتكامل الخليجي مع شقائكم ملوك وحكام دولنا الخليجية والذي لمسناه من خلال ما نراه اليوم من مكتسبات وإنجازات وقرارات تاريخية بتوحيد المواقف والوقوف ضد أعدائنا صفاً واحداً أمام ما يهدد وحدة أمننا الخليجي والإقليمي قراراً استراتيجياً وحصن منيع بوجه كل عدو طامع سيدي لقد كان لأوامركم العليا والحكيمة بمشاركة الحرس الملكي ووحدات قوة الدفاع بالواجب العملياتي الخاص على جميع جبهات القتال في جبهة الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية وفي جبهة مأرب وجبهة عدن أكبر الدروس المستفادة تضاف إلى ما وصلت إليه قواتنا المقاتلة التي أضحت في كل الأوقات والظروف تتميز بالكفاءة والمهارة وتحدي الصعاب وهذا بإشادة أشقائنا في القوات السعودية والقوات الأماراتية والذين نعمل معهم جنباً إلى جنب وهذا لم يكن ليتحقق لولا دعم جلالتكم المتواصل واللا محدود لقوة دفاع البحرين من حيث التخطيط والتدريب والتسليح سيدي وفي الختام نعاهد الله ونعاهد جلالتكم بأن نبقى على العهد والوعد وعند حسن ظنكم بنا ورهن إشارتكم وإن دمائنا وأرواحنا فداءً لديننا ووطنا ومليكنا أدامكم الله سيدي للبحرين وللأمة العربية الإسلامية وحفظكم الله من كل مكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة لن نشيد رجالك اشلون ووين العزوة هالعزوة خليفية هنتامر وحنا لكم لبين قوات برية وجوية حنا لها حنا لها يمعرب الجدين بجنوبها ولا الشمالية حنا الحرس حنا الحرس درع الوطن والدين وعزو منامية علامية اضربنا لو من ورى النهرين قلوبنا لرضاك مسمية والله ما تلقى بنامك فين الموت طاب وطاب طارية نار بحياض الموت مشتاقين وعيوننا تقدح ابن الدية حنا رجالك حنا رجالك في العسر واللين حنا رجالك في العسر واللين لبيه لك والنية هالنية وقتها الملاقة ندحر القاوين وقتها الملاقة ندحر القاوين ولي نوانا فيه بلاوية ما لها معانا غير مو ذهدين وبين العرب ما تلحقه دية عهد علينا يكرم المعطين ما نخذر كلافات الحية بالحزمين الدافع ما بين وبين بين الجسارة والقيادية للضدنار وفزعة المسكين وفعالنا تبقى بطولية وناطى على راس المعادلين يبرق لنا النصر وموارية وناطى على راس المعادلين يبرق لنا النصر وموارية والرز رايات الشموخ السنين الله أكبر نارنا حية سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سأذن جلالتكم بتوزيع الأوسمة على المشاركين بقوة الواجب الخاصة رغم ثلاثة الراد الركن حسان محمد لغنيم قائد قوة الواجب رغم ثلاثة يستلم وسام الواجب العسكري وكيل أول محمد سلطان إبراهيم وكيل قوة الواجب رغم ثلاثة يستلم وسام الواجب العسكري الرائد الرائد محمد أحمد الخثلان ركن عمليات القيادة المشتركة في عدن يستلم وسام الواجب العسكري النقيب سلمان راشد القتم ركن استخبارات قوة الواجب رغم ثلاثة يستلم وسام الواجب العسكري النقيب أحمد محمد القتم قائد سرية العمليات الخاصة يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر قيادة السرية النقيب مبارك عيسى نعيم قائد مجموعة الامن والحماية يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر الامن والحماية النقيب أمهن علي البعنين ركن إدارة قوة الواجب رغم ثلاثة يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر الإدارة الملازم أول منصور علي الخالدي قائد مجموعة العمليات الخاصة الأولى يستلم وسام الواجب العسكري الملازم أول عبد الله يوسف طامي القوة الخاصة الملكية يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر المجموعة الملازم عبد الله عادل الرواعي القوة الخاصة الملكية يستلم وسام الواجب العسكري الوكيل خليفة عبد الله محمد وكيل مجموعة العمليات الخاصة يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر المجموعة الوكيل عيسى سلمان داود مجموعة العمليات الخاصة الثانية يستلم وسام الواجب العسكري الوكيل سلمان خلفان حمود مجموعة المدربين يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر المجموعة الوكيل الأول أنور محسن ناجي وحدة هندسة الميدان الملكية يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر المجموعة الوكيل الأول محمد درويش محمد وحدة الصيانة الفنية الملكية يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر المجموعة الرقيب أول فواز محمد نزال مجموعة الاتصالات الملكية يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر المجموعة قوة تاهيئ يعيش جلالة الملك المفدى يعيش جلالة الملك المفدى يعيش جلالة الملك المفدى يعيش وقد أشهد جلالة الملك المفدى حفظه الله وارعاب بمواصلة الرجال الشجعان من الحرس الملكي لأداء المهام الموكلة لهم في الجمهورية اليمنية الشقيقة وتكاتفين يدا واحدا مع إخوانهم من رجال أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين البواسل ضمن قوات التحالف العربي المشترك في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة دفاعا عن الشرعية والعدل استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة لكل ما فيه خير وازدهار ورقي اليمن الشقيق وشعبها العزيز وحماية لأمن منطقتنا وسيادة أوطاننا ومنعا للتدخلات الخارجية مقدرا جلالته جهودهم النبيلة في عمليات الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني ومد يد العوني لهم كواجب أخوي أصيل مضيفا جلالته أن هؤلاء الرجال الشجعان هم دائما موضوع الاعتزاز من أهل البحرين كافة وأن ما يقوم به هو مثال للعزم والإصرار لتحقيق النجاح على أكمل وجه حيث جسدوا أسمى معاني الوطنية الحق هذا وقد هنأ جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله جميع ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الملكي بمناسبة ذكرى يوم الحرس الملكي الذي وافق الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد حضر الاحتفال سعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط بمناسبة الرجاء بمناسبة أكثر حضر الوطنية من خزيف